فصلوا القانون لكي يكون مناسبا لهم ولأبنائهم فقط مدى الحياة وكأننا انتهينا من التوريس في الحكم والسياسة فإذا بنا نبدأه في القضاء ويصدق فيهم قول القائل قلنا انتهى عصر الظلام وأصبحت مصر تساس بحكمة وفنون فإذا الذي صرنا به عدنا له كالثور حين يدور بالطحون يا سادة تمرير المشروع في فترة فرق دستوري يعني أن هناك ضرورة تلح لإصدار القانون ليخبرني أي قادم منه ليخبرني أي إنسان ما الضرورة الملحة لإصدار هذا القانون في هذا التوقيت ويهددون علنية يهددون بأنهم لن يشرفوا عن انتخابات التشريعية القادمة إلا إذا وافق المجلس العسكري على هذا المرسوم بقانون لذلك نحن المحامون سندافع عن حصانتنا سندافع عن حقوق الشعب سندافع عن حصانة الشعب ضد هذا الافتئات على حقه وحقنا حتى آخر نفس وحتى آخر رجل مننا وليعلم الذين ظلموا أي من قلب ينقلبون الله أكبر وعاشت مصر حرة وعاشت المحامة حرة الشعب يريد تطهير القضاء الشعب يريد تطهير القضاء السلام عليكم يا سادزة المشكلة كلها دلوقتي أن الناس والشعب اللي حوالينا مش فهمين اللي ده بتأمل معنا إيه وبتأمل مع الشعب إيه السورة بدأت السورة بدأت من شباب وشباب صح وبدأت دلوقتي بعد كده مع الأسف الشديد تتحرف وتتحرف عن مصارها لما وضعت القضاء العسكرية ومسكوا البلد وبدأوا يحرفوها وعن مصارها وعن فيها النهاردة مش عارفين النهاردة مين اللي بيحكم مصر دلوقتي ومين اللي بيدير مصر هل الجيش ولا ولا عصام شرف ولا النهاردة القضاء اللي النهامة هو النهاردة عايزين يحكموا البلد وكانوا قبل كده وبيتحكموا في البلد وبيقولوا ما كنتوش حديدينا هون أكتر من كده كمان بعد كده بعد الحقوق ديت عايزين كمان ياخدوا سلطات أكتر عايزين ايه تاني ويجرحونه ودوسه على الشعب طب ليه النهاردة القاضي واخد حقه قبل أيام الفساد وعايز ياخد حقه النهاردة طب ليه يدوسه على الشعب وعمل النظام فاوي لو سمحت النهاردة حقه فين وهو دوت حق الشعب وحق المحامين فين النهاردة عايز يدوس المحامي لأن المحامي هو منارة الشعب وهو اللي بيدافح الشعب فين حقه اللي هو بيطالب به اللي بيدعي انه هو حقه وبيدعي انه يقول انه ده حقه يا أسادزة احنا عايزين المفروض نفوق ونيجي ونتكلم فيها النهاردة القاضي بيدخل القضاء بالوراثة وبيدخل بالكوسة وبيدخل بأولاده النهاردة القاضي بيقعد 74 سنة وبيقعد 74 سنة وبعدين يجي عندنا في المحامي النهاردة ييجي المقاضي يبقى محامي قانون المحامة بيمنع اي قاضي او اي ضابط بوليس يقول مهنته السابقة بيحط على الافطة ان انا كنت مستشار قبل كده او كنت ضابط بوليس قبل كده او مساعد وزير النهاردة ييجي يتزق رزقنا وبييجي على الشعب بيجي كان بياخد عوامر ويحكم على الناس النهاردة جاي بيقول انا مع الناس ازاي وجاي بيقول عليهم ازاي القاضي كان اظلم قاضي النهاردة القاضي كان مظلوم وكان بيدي الظلم على كل مظلوم وكان بيجيبني النهاردة اصحي اسازها النهاردة السلطة القضائية لو سارت حيث البلد ديت مش هترجع وراء خمسين سنة ومتين سنة كلها لو سارت القضائية ودد كل اللي بييجي لان دوت عار علينا لو سارت القضائية مسجد البلد لانهم اضع الفساد وادا التزوير وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا